يدخل المدينة في غضون ساعات من جانبها اعتبرت الخارجية السورية عبور مقاتلين أجانب إليها عبر تركيا انتهاكا صارخا للسيادة السورية إلى مشارف كوباني وصلت قوات البشمرقة الكردية تمهيدا للمشاركة في القتال ضد مسلح داعش ودعم صفوف المقاتلين الأكراد الذين يخوضون حربا شرسة لتحرير المدينة الاستراتيجية من قبضة التنظيم المتطرف قوات البشمرقة التي نجحت في وقف مد داعش في شمال العراق بدأت تنظيم صفوفها في مهمتها في سوريا والتجمع في كتائب قبل أن تخوض غمار الحرب التي يعول عليها كثيرا الأكراد النازحون عن ديارهم عند الحدود السورية التركية وفي منطقة ساحة الحرية بكوباني لا تزال الاشتباكات المتقطعة مستمرة بين المقاتلين الأكراد ومسلح داعش بالتزامن مع ضربة نفذتها طائرات التحالف الدولي في القسم الشرقي من المدينة دون معلومات عن حجم الخسائر البشرية وفي مدينة الرقة ومحيطها سمع دوي ثمانية انفجارات ناجمة عن ضربات نفذتها طائرات التحالف على منطقة مبنى الأمن السياسي قرب الجسر القديم عند المدخل الجنوبي ومناطق أخرى في محيط المدينة وأطرافها من ناحية أخرى قالت مصادر كردية وحقوقيون إن مسلح داعش أطلقوا صراحة 25 طفلا من أبناء كوباني وهم آخر دفعة يتموا الإفراج عنها من أكثر من 150 طفلا كانوا قد اختطفوا في مايو الماضي أثناء عودتهم من مدارسهم في مناطق يسيطر عليها النظام السوري في حلب أرحب الدكتور جواد الملة رئيس المؤتمر الوطني الكردستاني ضيفي بالاستوديو أهلا بك الدكتور جواد بداية إذا ما نظرنا إلى تصريحات برزاني برغبته بإرسال مزيد من قوات البشمرقة لدعم أكراد كوباني في كيف تقرأ هذه التصريحات ومن يقصد بإمكانه أن يطلب من قوات البشمرقة أو من قليم كردستان إرسال هذه القوات شكرا لنا الدعوة كان مفروض الأخ مسؤول برزاني رئيس أقليم كردستان يرسل البشمرقة من الوقت طويل من قتما بدأت الهجمة الداعشية من سنوات ولكن هذه إشارة طيبة وجيدة ومشكور عليها الرئيس أقليم كردستان على رسال البشمرقة إلى غرب كردستان إلى كردستان السورية وكوباني بالضبط طبعا في سوريا هناك حكومة ذاتية إدارة ذاتية كردية وقوات حماية الشعبية أمدير الإدارة الذاتية طبعا الحماية الشعبية هي اللي بدأت تطلب من أخ مسؤول برزاني أنه يرسل قوات إضافية ولا لا المنطقة الكردية تحت الإدارة الكردية يعني سوريا أو تركيا أو أي قوة تانية ما لن علاقة بالوجود وجود أي قوة تانية وأنا آمل أنه يرسل قوات إضافية ولكن هل الأمر خاضع لرغبته؟ أليس الأمر أيضا يخضع للموافقة التركية على إرسال القوات؟ بإمكانه الأخ مسؤول برزاني يرسل قوات كردية من فيش خابور الحدود الكردية السورية يدخل القامشلي ورأس الأين من دون المرور عبر الأراضي التركية ممكن بإمكانه وهالمناطق الفراغات اللي أوجدتها الكانتونات الأخ مسؤول برزاني بيستطاعت أن يعبيها ولماذا لم يفعل ذلك إذن؟ ممكن الخطوة الأولى هي على أساس أن الأتراك يرضو بهذه الخطوة والخطوة الثانية إن شاء الله تكون عبر سوريا وعبر المناطق الكردية وتوحيد الكانتونات السورية ولكن لماذا حتى الآن لم نشهد سوى مرور عشر عناصر من قوات البشمرقة؟ هل هناك أي ممانعة تركية لمرور عدد أكبر؟ أنا بتصور الآن في اليوم في مئة وخمسين بيشمرقة هنين اللي محضرين حالا للانتقال إلى كوبا ولكن حتى الآن لم يمر لم يسمح بالسماح سوى لعشرة فقط؟ على كل لا تكليهم نحن الواحد مننا بألف إن كانوا عشرة أو لعشرة سواء كان الحديث عن عشرة أو مئة وخمسين برأيك هذا العدد هل هو كافي لتغيير مجرى المعارك على الأرض؟ في الحروب عادة المعنويات إلى أهمية يعني يوم أكراد سورية يوم بيشوفوا أنه فيه أكراد عراقيين يجوا يشاركوا معهم حتى لو كانوا عشرة المعنويات تختلف تماما في الحرب في القتال وتحقيق النصر أنت متفائل إن شاء الله طيب بالسابق تركيا رفضت السماح لأي قوات العبور ومساعدة أكراد كوباني لماذا الآن وافقت لعناصر الجيش الحر ولكوات البشمرقة بالمرور؟ أنا أشك لوجود قوات الجيش الحر في كوباني لأن جيش الحر وتركيا وسوريا لا يختلفوا عن بعضهم أبدا بالنسبة للقضية الكردية كيف تشكك وقد مر بالأمس خمسين عنصر ليس بالأمس قبل أمس مر أكثر من خمسين عنصر أو خمسين عنصر تحديدا من قوات الجيش الحر إلى كوباني أنا شخصيا أشك لأن جيش الحر هو على خلاف مع النظام السوري والنظام السوري على خلاف مع تركيا وسكن جيش الحر وسوريا وتركيا بالنسبة للقضية الكردية هم متفقين متفقين تماما لا يوجد أي خلاف هو الإطاحة بالإدارة الذاتية الموجودة في كردستان سوريا أو في كردستان العراق حتى هم لا يريد الهجم الداعشية الهجم الدولية اليوم على كردستان وعلى كوباني على شنغال قبل كم يوم كان في إبادة كردية وما تزال الإبادة الكردية في منطقة اليزيديين في شنغال ما تزال مستمرة إلى اليوم الهجم هذه كلها ليس من أجل لأنه كوباني أو من أجل هؤلاء اليزيديين من أجل أنه قبل شهرين ثلاثة الأخ مسعود بارزاني صرح أنه يريد يساوي ريفراندوم استفتاء في كردستان العراق من أجل الاستقلال وبنفس الوقت حكومة كردستان العراق بدوا ببيع البترول كردستان وهنا أعداء كردستان من تركيا وسوريا والداعشيين وغيرهم فقدوا صوابهم أنه كيف تنوجد دولة كردية غنية في المنطقة هذا شيء ما بيسرونه لأنه هنا ضد شكرا ضد التوجه الكردي أن يكون الأكراد عندهم دولة من 1400 سنة وإلى اليوم ولكن اليوم سيكون في شيء تاني إن شاء الله سيكون في دولة كردية عن قريب شكرا جزيلا لك دكتور جواد الملة رئيس المؤتمر الوطني الكردستاني كنت ضيفا كريما معنا بالستوديو شكرا لك شكرا لك قالت وزارة الدفاع العراقية إن سلاح الجو بدأ في استخدام مقاتلات روسية حديثة تقوم بطلعات تجربية في سماء بغداد ضمن خطط إعادة تسليح الجيش العراقي وتستعد القوات العراقية لاقتحام مدينة بيجي في صلاح الدين التي يسيطر عليها مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي وقال قائد عمليات صلاح الدين إن القوات العراقية بدأت التجمع عند مشارف بيجي استهدادا لبدء العملية العسكرية من جانب آخر فاد مسؤولون أمنيون عراقيون بالعثور على 150 جثة لأفراد عشيرة سنية عراقية تعارض تنظيم داعش في مقبرة جماعية قال مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين ندبابات الجيش العراقي بدأت قصفا شديدا لمواقع تنظيم داعش الإرهابي في مركز قضاء بيجي شمال مدينة تكريت بعد إحكام السيطرة على مدخل القضاء وأضف المصدر بأن تعزيزات عسكرية برية اشتركوا في القناة